طيب البيتكوين يمشي بشكل جانبي واليوم بتكلم عن إيش اللي لازم يعملوا البيتكوين علشان يحصل على الزخم مرة أخرى أنا بولش في البيتكوين على المدى الطويل ولكن على المدى القصير فيه أشياء لازم نركز عليها الآن وكمان بتكلم عن الإيثيريوم وبتكلم شوية عن الأسواق التقليدية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات كل يوم عن العملات الرقمية وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سووا سبسكرايب وفعل الجرس طيب جماعة شكرا لكل شخص يدعم هذه القناة شكرا للأخ محمد والأخ علي وصبا والأخ العازب ومؤيد وأيمن والهيثم شكرا جميعا شكرا على كل لايك شكرا على كل تعليق شكرا لكم من القلب طيب خلونا ندخل بسرعة على البيتكوين وإيش اللي نقدر نشوفه صراحة شيء مثير جدا نشوفه نشوف إنه البيتكوين يرتد باستمرار من عند مستوى 47 ألف دولار نقدر نشوف بكل وضوح إنه اختبرناه هنا أربع مرات نزلنا ورجعنا واختبرناه أربع مرات حصلنا على دعم من عند مستوى 45 ألف دولار وحصلنا على ارتداد هنا مرة أخرى لما كنا نحاول نوصل لمستوى 47 ألف دولار وارتداد آخر من هنا فحاليا نحن نمشي في هذا النطاق بين الخطوط 45 ألف دولار و47 ألف دولار طيب إيش اللي لازم نعمله الآن وأكيد نعرف إنه مستوى 42 ألف دولار اللي هو الخط الأحمر هنا يعتبر خط دعم مرة قوي وراح يكون دعم قوي في حال نزلنا إلى هنا فما رح أتوتر أو أفزع وأبيع أي شيء في حال نزلنا إلى هنا فلازم نتحضر إنه هذا بيكون مستوى دعم قوي ولكن لما نبعد فيه شيء عايز البيتكوين يعمله على المدى القصير علشان يرجع بوليش وعلشان يسترجع الزخم القوي الأعلى على المدى القصير لأنه اللي صاير إنه حصلنا على هذا الهبوط والآن صار إعادة تاهيئة للسوق كان عندنا فترة إيجابية يعني بوليش ولكن لما نزلنا هنا كسرنا الهيكل الإيجابي اللي هو قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع فإذا تشوفوا من هنا نشوف إنه كنا نحصل على قاع أعلى من قاع بشكل مستمر في الأسبوعين الماضين ولكن هذه هنا صارت قاع هابط فأقل شيء لازم يصير هنا إنه أقل شيء نحافظ على الترند اللي هو قمة أعلى من قمة حاليا نعاني عند هذه المستويات نعاني من الحصول على قمة أعلى نحتاج إنه نطلع فوق مستوى 52 ألف دولار ونستمر في الحصول على قمة أعلى من قمة فبيكون حصلنا على هبوط خط جانبي وبعدها طلوع قوي ونحصل على قمة أعلى من قمة لأنه لازم نحصل على قمة أعلى بشكل سريع وإذا ما حصلنا على قمة أعلى فراح يصير في ركود وبنمشي بخط جانبي ومن نظرة التحليل الفني راح يكون شكله استمرار في الهبوط ولكن مع أكيد مقاومة قوية عند 42 ألف دولار فإذا استمرنا بالحركة الجانبية فمن المرجح إنه راح يكون في هبوط إلى مستوى 42 ألف دولار وزي ما تعرفوا إنه أنا مش خايف من هذا الشيء ولكن بالعكس أنا أعتقد إنه هذا راح يكون فرصة شراء ممتازة ولكن إذا استطعنا الطلوع هنا وكسرنا هذه المستويات وكسرنا الخط البني الكبير وحصلنا على قمة أعلى راح يكون الشكل بوليش للبيتكوين على المدى القصير إذا ما حصل هذا الشيء فتوقعوا حركة جانبية وبعدها هبوط إلى مستوى 42 ألف دولار ولكن أكيد هذه كلها احتماليات ولكن هذا هو اللي يتوقعه وزي ما تعرفوا إنه أنا راح أشتري عند مستوى 42 ألف دولار شيء آخر عايز أوريكم ياه هو خطوط متوسط الحركة على فريم الأربع ساعات الآن إحنا أسفل كل الخطوط وطلعنا إلى هنا عند خط متوسط الحركة 200 يوم والآن يمثل مستوى مقاومة وما قدرنا نخترقه فلازم أكون صريح إنه هذا يعطينا إشارة ضعف في السوق طيب إذا رحنا على الفريم اليومي هذا هو الشكل اللي نشوفه نشوف إنه فيه دعم من على متوسط الحركة 200 يوم فعشان كذا أنا أقول لكم إنه الشكل مش جيد على الفريمات الصغيرة فلازم نكسر ونحصل على قمة أعلى على الفريمات الصغيرة ولكن على الفريمات الطويلة كل شيء لسه شكله جيد بالنسبة لي فعندنا دعم من متوسط الحركة وعندنا دعم قوي اللي هو الخط البنفسجي يزحف للأعلى وراح يوصل إلى الخط الأحمر هنا ويسوي دعم قوي لهذا المستوى فلا تقلقوا هنا لا تقلقوا في شيء آخر عايز أوريكم يا الناس قاعدين يسألوني عن اللوكس ألغو وصحيح كل الناس اللي استخدموا اللوكس ألغو عارفين أنه حصلنا على إشارة أبيع هنا عند هذه الشمعة الكبيرة المشكلة هنا أنه الإشارة هذه طلعت عند هذه الشمعة وفي العادة لازم أستنى الشمعة إلى أن تقفل ولكن هذه شمعة هبوط قوية فمن المحتمل أنه ما كنت راح تسفيد من إشارة البيع هذه على اللوكس ألغو ولكن إذا رحنا على فريم الساعة أنا صراحة أفضل فريم الأربع ساعات ولكن بما أنه ما حصلنا على فرصة أن نعمل شيء عند هذه الشمعة خلونا نروح على فريمات الساعة نشوف أنه على فريم الساعة اللوكس ألغو أعطانا إشارة بيع ممتازة باستخدام إعداداتي على اللوكس ألغو اللي هي يعني الإعدادات الآلية فهذا أعطانا تحذير وقالنا أنه نطلع عند مستوى 51 ألف على فريم الساعة وبعدها حصلنا على الهبوط القوي وأكيد أنتو تعرفوا أنه أنا أعتقد أنه هذا كان جهد متعاون علشان يخربوا اليوم الكبير للبيتكوين لما تم اعتماده كعملة قانونية في السلفادور ومع هذا اللوكس ألغو أعطانا إشارة بيع هنا فلأنه في ناس كثير سألوني عن هذا الشيء حبيت أني أوريكم إياه وأكيد لما يعطنا اللوكس ألغو إشارة شراء هنا أكيد أول ما أشوفها راح أنبهكم فعشان كذا لازم تسوي سبسكرايب وتفاعل الجرس الجرس هو أهم شيء علشان يوصلكم إشعار أول ما نحصل على إشارة الشراء على اللوكس ألغو لأنه أعرف أنه في ناس كثير يقدروا هذه المعلومة فعشان كذا راح أستمر بهذا الشيء طيب هذا اللي حصل على الإيثيريوم بصراحة هذا كان شيء مرة مثير على الإيثيريوم تقدروا تشوفوا أنه في الإيثيريوم حصلنا على مهاناة قوية في الطلوع فوق خط البني وطلعنا فوقه وحصلنا على دعم مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة مرات على حافة الخط البني ونزلنا تحته والآن يعني حصلنا على مقاومة ثلاث شماعات فنحن نعاني مع حافة الخط هذا وفي شيء لازم تنتبهوله وراح أتكلم عن الـ XRP ولكن الأسواق التقليدية الشكل لهم مش مرة ممتاز عندنا الآن طلوع صغير ولكن في اليوم الماضيين استمروا في الهبوط وحصلنا على الدعم هنا وعايزين هذا الدعم يمسك يعني من جد عايزين الدعم هذا يمسك لأنه إذا ما مسك هذا الخط توقعوا هبوط في الأسواق التقليدية وهذا كمان راح يسحب مع سوق العملات الرقمية والآن عايزة تكلم عن الـ XRP على الـ XRP عندنا هذه التشكيلة وهذه شكلها تشكيلة راية هابطة يعني نموذج بيرش فعندنا هبوط وبعدين نطاق ولكن أقل شيء في عندنا القيان المرتفعة هنا وتقدروا تشوفوا أنه قاعدين نعاني في الطلوع فوق هذا الخط مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة تسعة مرات وحصلنا على هذه الدفعة القوية ولكن إن باعت بسرعة ونزلت للنموذج مرة أخرى وتقدروا تشوفوا أنه شكلنا على وشك أنه نكسر للأسفل فخلينا نشوف هل ممكن هذه الشمعة ترجع إلى هذه التشكيلة مرة أخرى إذا ما قدرت الشمعة ترجع أتوقع أنه راح يكون في هبوط من هذه التشكيلة ولكن حصلنا على هذا الكسر الوهمي وربما هذا يكون كمان كسر وهمي ونرجع لداخل التشكيلة ولكن لما نكسر من هذه التشكيلة توقعوا حركة قوية إما للأسفل أو للأعلى ولكن أعتقد أنه بشكل عام الـ XRP قبل هذا الهبوط كان شكله مرة إيجابي كان عندنا كمان الترند اللي هو قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع وكنا في صعود بنسبة 35% من القاع هنا في 27 أغسطس فهذا الشيء لازم نركز عليه كمان طيب أخيرا ألف مبروك لكل شخص دخل في الجراند لما تكلمت عنها تقريبا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كانت عند 60 أو 70 سنت فألف مبروك لكل شخص دخل الجراند عندها أخبار جيدة فالجراند والكوسموس إحساسي أنهم عملات مش معطينها قيمتها الحقيقية والآن إحنا مستنين الكوسموس طيب خلونا نشوف أداء الكوسموس حاليا أتوقع أن أداءها مش سيء يعني شوفوا ارتفاع 8% وأعتقد أني تكلمت عنها تقريبا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فكانت عند تقريبا 15 دولار أو 16 أو 17 فأنا شوف أنه ارتفاع صراحة جيد فشيء ممتاز بصراحة فخلوا عيونكم على الكوسموس وخلوا عيونكم على الجراند طيب لا تنسوا التعليق كمان علشان تحصلوا على عملات رقمية مجانية وحطوا لايك بالمرة هذا كل شيء كان عندي اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم